منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية نشرت الولايات المتحدة جنودها في مناطق عدة في أوروبا وآسيا ثم توسع بعضها الوجود العسكري الأمريكي عبر العالم ضمن ما تسميه واشنطن الحرب الكونية على الإرهاب بحسب بيانات عسكرية فإن واشنطن تمتلك نحو 800 قاعدة عسكرية في أكثر من 70 منطقة وتختلف طبيعة هذه القواعد طبقا لكل دولة وفقا لبيانات واشنطن العسكرية أيضا تنتشر القوات العسكرية الأمريكية في أكثر من 150 بلدا في القارات كافة تتوسع بين قوات برية وبحرية وجوية ضمن استراتيجية تعزيز وجودها العسكري في منطقة المحطين الهادي والهندي والشرق آسيا تنشر الولايات المتحدة في جزيرة جوام قوة قوة قوامها نحو 6000 جندي في قاعدتين جوية وبحرية كما يوجد تحو 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية لحماية المصالح الكورية الجنوبية وأيضا المصالح الأمريكية في شمال شرق آسيا ويتمركز أكبر عدد للقوات الأمريكية حاليا في اليابان إذ يزيد على 50 ألف جندي ويوجد نحو 34 ألف جندي أمريكي في الأراضي الألمانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كضمانة أمنية لجمهورية ألمانيا وحلقة وصل سياسية أساسية بين البلدين وفي أرقام لمواقع عسكرية أمريكية تحتفظ الولايات المتحدة اليوم بنحو 900 عسكري شمال شرق سوريا بعضا حصرت واشنطن وجودها في قواعد استحدثتها كنقاط ارتكاز عسكرية لقواتها حول أبار النفط شرقي سوريا وفي العراق أبرمت واشنطن انتفاقا مع الحكومة العراقية ينص على رحيل جميع القوات المقاتلة بحلول نهاية العام لكن نحو 2500 عسكري أمريكي ما زال هناك وفي هذه المرحلة وبعد إنهائها حرب العشرين عاما في أفغانستان ترى الإدارة الأمريكية أن منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والمحيطين الهندي والهادي هي مفتاح سياسة الخارجية للولايات المتحدة خاصة في ظل علاقاتها الحذرة مع الصين وروسيا